بس كان فيه حالة واحدة مستنين اللحظة الناس كانت اشتأت لها لحد ما جات فسدقتها أنا بس عايز أقول حاجة أضيف حاجة للأساس جمالي في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها حرب 73 اللي هو في العشر من رمضان حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها كل العالم يتساءل ويتعجب كيف تمكن المصريون من صناعة هذا اليوم دي معجزة بتدل على عبقرية مصر وشعبها العبقرية الممتدة في الزمان والمكان اللي احنا أحيانا وخصوصية أحيانا في أزمتنا وظروفنا لمعاشتنا ما بناخدش باننا أو ما نعرفهاش لكن هي جينات متوارسة تحت الجلد الفارق نحن فيه ما بين 67 و 73 فترة زمنية ضئيلة جدا لا أعرف التاريخ العسكري لا يعرف على كوكب الأرض أن فيه جيش حزمة بطريقة أو لم يحارب أصلا لأنه كان جزء منه في اليمن المهم يعني وخسر كل هذا القدر من المعدات فاستطاع أن يستعيد نفسه وزمام أموره ويعود تسليح نفسه ويعود تدريب نفسه وتكوين نفسه ويدخل في حرب استنزاف طويلة كمان غير حرب الاستنزاف بشكل عام أنا بكلم عن الحرب المباشرة هذه الحرب المباشرة مع قوة تضمنها قوة عالمية هذه القوة العالمية أو القوة العظمى العالمية كانت حريصة كل الحرص أن تكون هذه الدولة اللي هي إسرائيل أن تكون أقوى من جميع الدول العربية مجتمعة وأن تضمن لها تفوق في السلاح يعني كان يملك الطيران الإسرائيلي طيرات لم يستخدم الجيش الأمريكي كان يملك أنواع من السوريخ لم يستخدم الجيش الأمريكي بعد كان يملك أنواع من الدبابات يعني إحنا أصرنا دبابات لم تتجاوز عدد الكيلومترات اللي عملتها مئة كيلومتر يعني نزلة من الطيارة على سينة على سينة جوة سينة نتل جوة في المطارات في سينة أمريكا دخلت في الحقيقة نحن أمريكا في الظهر يعني فيه ضل يعني فيه عدوة فيه ضل نحن طول الوقت في الضل نحن من حرب الضل لكن في الحقيقة القوة العظمى بتضمن هذا التفوق لإسرائيل يعني كان الكلام القيم أن المصريين لن يستطيعوا عبور قناة السويس إلا باستخدامكم بالنزلية أنا عايز أقول لك حجم التحدي أن هم قدروا أنه ما فيش قوة عسكرية أي أن كانت تستطيع أن تقطع المية تلاتة وسبعين كيلومتر على امتداد قناة السويس وتعبر القناة إلى هناك خط برليف أحسن خط دفاعي صنع في التاريخ يعني هو كان مجنو وكلام ده كان خط برليف يأتفاوق علي بما راح لأنه مصنوعة لكومة ضخمة جدا من الرمال ثم الدشم قطبان سجاك حديدية ثم دشم مسلحة ثم عشرات الأطنان من شكار الرمل يعني أنت تتكلم عن حاجة يستحيل اقتحامها يدافع عن القناة في ذلك الوقت أنابيب يمكن أن تطلق جحيم من النيران على من يحاول بالنبال بالنبال بص حضرتك أما تبقى فوق تابة عالية وحد جاي لك من تحت وهو معايا الرشاش كيف هي يكون معك توبة صحيح توبة أنا حدفه بالتوبة هو مش هيقدر هو أنا حدفه بالتوبة ما أبالك بقى بالنبال فأنا أعبر هذا الخط الذي أجمع عليه كل العسكريين على كوكب الأرض في القوى العظمى في أوروبا وفي روسيا وفي كله وفي حاجة الفيتي كان نزال يستحيل عبر القنس يستحيل وأنك تتجاوز خاز الخط المائي والتعدي خط برليف وتتجاوز فينجح المصرويين أن يعملوا ده في ست ساعات دي معجزة خارقة يعني إحنا بنتكلم عن خوارق فعلا هي معجزة خارقة بكل معيار وبكل معيار تشتعرف المصريين عملوا إيه عشان كده مش حاسين إحنا عملنا يعني حد الوقت إحنا مش حالف إحنا عملنا فوق الخيال أنا أنا مثلا إنما رحت تبت الشجرة وده جزء نقطة حصينة في مواجهة السماعيلية تبت الشجرة عبارة عن إيه أنت تنزل كوه في باطن الأرض تجد نصف مدينة بالمعنى الحارفي لهذه العبار أبواب حديدية صلب وانت تحت فيها مستشفى ميداني وفيها طبعا غير مزاغل الدبابات ومزاغل المدفعية وفي كل حاجة فالمصريين يعبرونا القناة النقطة حصينة فيسفوها يتجوزوها ويحصروها بس ويقطعوا عنها الامتداد وبعدين عن طريق مواسير التهوية يقفلوها فيضطر اللي تحت يفتحوا قلب بانو اللي ما كانوا حيموتوا في الأرض يعني عايز أقول لحضرتك ولكل المصريين نحن بلد عظيم بجد مش هزار ومش فونية أيوة ونحن شعب عريق بجد مش فونية صحيح عندنا مشاكل صحيح من أننا شايفين ده جوزة دي الأسباب كثير ممكن لكن رغم ذلك رغم ذلك لا ده في حاجة عظيمة جدا هذا العملاق الكائن جوا كل مصري يظهر في حالة واحدة عبر تاريخ مصر كل نكتشف أن هذا العملاق فجأة يقوم ناطط عندما تكون مصر على حافة الهواء لما مصر تكون في خطر ماحق وحقيقي يتحول الإنصريين إلى مردة إلى شيء آخر يخلصوا مصر يخلصوا مصر من الخطر ثم يرتكن يرجعوا له دقوم الطبيعي فدي كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وعظيمة في تاريخ مصر نحن فاجأنا العالم ما فاجأناش الإسرائيليين بس نحن فاجأنا العالم كله تخلي بالك أنت أنت تتحرك في عالم مغطى بأكمار صنعية تعرف دبة النملة فتستطيع أن تعمل خطة خداع استراتيجي تقع فيها كل أجهزة المخابرات على كوكب الأرض سواء التحدي السوفيتي أو الأمريكان أو الأوروبيين أو المخابرات الإسرائيل بالكامل المصرين بيتحركوا بس يعني بيهزروا معا هنقدر نخلص عليهم في خلال تلت ساعة هتحول القناة إلى جحيم هيتحرقوا جواها خلال ست ساعات كان لنا ست ممرات داخل سيناء كانت قواتنا السعقة وقوات المزلات كانت عبرت قبلها بأيام لأننا كنا مجاهزين نفسنا للهجوم المضاد عندما يحاول الإسرائيليين هجوم مضاد ألا يصل الهجوم القضاء المضاد إلى شط القناة قبل بناء قنوة لارتكاز للانطلاق إلى تحرير الجزء اللي احنا عايزينه من سيناء لم يكن عندنا سلاحا كافيا ولا زكيرة كافية لكن كان عندنا إرادة المصريين وروح المصريين وأنا عبرت دعوة دعوة